اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا جدا في عالم شديد الاهمية شديد الثراء العلمي شديد الجاذبية والشعبية والانتشار اكسلاريشن غير عادي تسارع غير عادي في الاجراءات في التكنولوجيا المرتبطة بعالم جراحات السمنة والنهاردة عشان نبقى فاهمين هنحط قواعد واسس وهنحل زي ما بيقولوا الغاز في دماغ الناس هي مش في دماغ الجراحين جراحين السمنة الغاز هي حاجات واضحة جدا لان الجراحة يعني زي ما بيقولوا واحد زي واحد عندهم يسوي اتنين لكن في دماغ مرضى السمنة لانه مريض السمنة عموما بيحاول يهرب بيحاول يهرب لاي فكرة لاي حاجة بيحاول يتنصب عليه مريض السمنة يدور على عشب يدور على دواء ويبقى سمنة مفرطة وعمال ياخد كابسولات بقاله ترى تربعة خمس شهور مش هتعمل له حاجة في وزنه اللي بيتجاوز مية وخمسين أو مية واربعين كيلو أو مية وستين كيلو سلسلة ممتازة جدا هتستمعوا إلى تفاصيل دقيقة هنحلوا بيها كثير من المحادلات المتعلقة بجراحات السمنة النهاردة ضيفي واحد من سوبرستار هذا المجال حقيقة عمل مهني رائع جدا وعمل فيه كثير من التركيز وأكاديمي من طراز رفيع والحقيقة بيعجبني جدا إيمانه التام بقدرات الجراحة المصرية وإيمانه بالتكنولوجيا والتقدمها وأيضا بالتيم وورك حتى وإحنا بنتكلم أول حاجة أكلمني فيها التيم وورك ضيفي العزيز واحد من نجوم هذه الجراحات في العالم العربي واحد من الناس المبدعة في هذا المجال ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب بجمع تاني شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزمل كلية الجراحين الملكية بنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والخاص على تصنيف الجودة الدولي في أعلى تصنيف الجودة الدولي في جراحات السمنة الـ SRC واحد من سوبراستار زي هذا المجال أهلا بيك أهلا وسهلا أهلا وسهلا نورني يوكسا جديد عايزة أبدأ إلى أول من منطقة مهمة جدا ناس كتير بتفكر فيها وزي بنا قلت للناس إحنا حلقتنا مرتبطة بإجابات على أسئلة في دماغكم حلول لمعادلات والغاز هم ما عاملينها في دماغكم لكن هي بالنسبة لكم أكيد واضحة جدا أولا تكميم المعدة لمن يصلح اختيار العملية للمريض الحكاية دي احكي لي عنها بعد في البداية يعني أحب أحيي حضرتك وكل سيدة المشاهدين وكل فريق العمل والحقيقة طبعا أن جراحات السمنة من الجراحات اللي هي الفعالة في إنقاس الوزن الفعالة في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة على المدى الكبير يعني طبعا عندنا يعني يمكن أنا استمتعت جدا بالمقدمة الجميلة دي وأن فيها ملخص لكل حياة الناس المصاحبة بالسمنة المفرطة وخصوصا في السن الصغير تكميم المعدة طبعا تنفع لكل الفئات العمرية وخصوصا للأطفال لأن في فئات عمرية زي السن مثلا من 15 سنة العشرين سنة دول بيبقى يعني عندهم نوع من يعني عدم القدر على أخذ القرار وبالتالي الأسرة هي بتبقى مسؤولة عن ذلك يعني للسن الصغير ينفع فيه تكميم المعدة لأن أحيانا ما بنبقاش عايزين الطفل حتى لو وزنه كبير بزيادة ويحتاج لتحوى المصار بنبقى يعني في اتجاه لتكميم المعدة ويمكن بدأ نشهد عندنا في الجامعة في اسم جراحة الأطفال عادنا يعني نزوق شوية في جراحات السنة في سن ممكن من 11 سنة والموضوع طور يعني يمكن من سنين إن احنا بنعمل أطفال بس يكون في المجتمع العربي الوزن في الأطفال كاسر يعني الوزن فوق الميت كيلو يعني ببساطة كده لأن طبعا ما بقاش في حلول كتيرة في الأطفال البلونة طبعا ما تبقاش الأطفال مستوعبينها حجم المعدة صغير ما بيستحملش المشاكل الغسائية والحاجات اللي بتحصل ربما في بعض الحالات لكن الأطفال مش هستحملوها فما بنعملهاش قبل 15 سنة البلون طلعنا بالسقف شوية لتحويل المصار مش عايزينوا يمشي على فيتامينز فيه شوية نمو هرموني البنات أو الإصوبيان أو محتاج نمو عظام أو نمو حتى بصفة عامة فعملية تكميم المعدة تنفع أول واحد فيهم ينفع السن الصغير اللي هو من 11 سنة وانتطالع أو يعني السن الصغير تحت العشرين سنة بنرجح عملية تكميم إذا لم يكن هناك أمراض مصاحبة يعني يعني فبقى زي السكر مع السمنة ودول قليلين أو شوية في السن الصغير لأنه بدوا عادة بيبقوا سكر نوع أول وبقوا وزنهم قليل وبالتالي ما بتبقاش يعني الاختيار الأول لهم بتكميم المعدة طبعا كل الأعمار تعمل ده ولكن برضو إذا كان الوزن كاسر فوق 150 كيلو يعني خلينا في التحويل أكتر من التكميم السن فوق 60 سنة عندنا مفاصل دخلين على مفاصل صناعية وعايزين نزل شوية وزن يعني كل همين عايزين نزل شوية وزن كفاية تكميم فلا حلولها لكن هناك بعض الناس اللي لا يصلح لهم عملية تكميم المعدة الناس اللي هم عندهم ارتجاع شديد في المريء ودي عايز أقولها لكل الناس إذا كان عندك ارتجاع قيمه كويس قوي وعمل منظر المعدة تشخيصي مقبل إجراء تكميم المعدة لأن الارتجاع لن يتحسن ما بعد تكميم المعدة ويبقى الحل فيه ربما يكون تحويل مصار المعدة الكلاسيك حتى مش المصغر يعني في حلول جراحية يعني هينصحك بيها يعني الحد زوخي براءة أن انت تعمل عملية التكميم في مين ومين ما تعملهاش أحيانا ببقى فيه فاتح في الحجاب الحاجز يسترعي برضو إما تصلح وتعمل تكميم أو تعمل تحويل مصار من الأصل يعني ده كل الناس اللي ينفع فيهم تكميم المعدة الأكل طريقة الأكل تفرق تحدد الطريق طبعا فيه ناس يعني نظرية اللي هي كانت سابقة أنه الناس اللي هي أكلت السكريات يعمل تحويل أكتر وما بقاش يعني ما معتبتش عليها قوي لكن هو في الأصل طبعا الناس البالكي إيتر اللي باكلوا واجبات اللي هو يعود طول اليوم ما بيأكلش ويجي على نهاية اليوم طبعا تعمل وتستدعي زيلك هو ده اللي هو الكارب إيتر يعني اللي هو بيأكل واجبات بالكي شوية أو يعني هو صاحب الوجبة الوحدة هو ده أحسن واحد لعملية تكميم المعدة ودول احنا بنشوفهم لكن نظرية بقى اللي هي أكل السكريات ما بقناش نتعمل عليها لأنه أحيانا بنعمل ده ومع تحويل مصار وما بتبقاش يعني طبيا ما بناش نعتمد على أكل السكريات يعمل تحويل ومش أكل السكريات فيعمل تكميم لأنش هي عموما بتقل في كل الناس ما بعد عملية تكميم أو بعد تحويل مصار فهو في الأصل البالكي إيتر أو الناس اللي هم أكلي الوجبات الكبيرة أو الناس صاحبة الوجبة الوحدة دول أكتر فيهم تكميم المعدة من تحويل المصار شبح رجوع الوزن من الحاجات اللي كتير بالناس بتفكر فيها طبعا كل أنواع جراحات السمنة فيها يعني نسبة لرجوع الوزن مع عدم المحافظة وده اللي احنا بتدينا به الحلقة إن احنا لازم زي ما أعملنا عملية بطريقة فنية جميلة احترافية خدت تعليماتك اللي هي الطبية المصبوطة امشي على تعليماتك مبسوط مش هيرجع لك وزنك رجوع الوزن يعني إن العيين عايز رجع وزنه يعني زي اللي هو عمل تكميم المعدة وليل نهار بيستردن السكريات بيأكل سكر وشوكولاتات وإسكريم وحاجات طبعا ده مش تمنعه من رجوع الوزن يعني مش هتقدر تمنعه من رجوع الوزن العينين مختلفين في الأعمار مختلفين في النشاط اليومي مختلفين في طريقة المعيشة في حاجة بتحصل إنه ما بيبقاش فيه لينك ما بين الجراح والمريض بتاعه في الفترة اللي ما بعد العملية هو المريض بيعمل العملية وخلاص ما فيش تعليمات ما هو ما فيش أصلا كتالوك رجوع الوزن يتعلق بالمريض 100% وخصوصا أنا بقالي فترة يعني أكتر من خمس سنين بعمل حاجة اسمها ستي فوليومتري ما بعد العملية يعني ده أشعة مقطعية بالسبوع سوليسية الأبعاد بعملها في كل حالاتي ما بعد العملية بترسم شكل المعدة وتقيس حجمها وتديك orientation مضبوط تقولك إن المعدة دي يعني مرسومة يعني دي حاجة كده أنا بشوفها والمريض بتاعك بشوفها تيجي باع بعد 4-5 سنين بتبقى عامل نفس العملية بنفس الأسلوب بنفس الcalibration tube ل3-4 عينين يمكن يكونوا من أسرة واحدة استجابيتهم مختلفة واحد بحفظ على وزن مضبوط واحد بنزل وزن كويس واحد منهم ابتدأ يزيد تاني تعال بقى زيدت في الوزن زدت في الوزن ليه تعال بقى نقيم الأشعة المقطعية ربما تلاقي الأشعة المقطعية كويس نفس المعدة حجمها أو زادت شوية طبيعة الأكل بتختلف تماما أنت بتعمل إيه؟ أنا بأكل واجبات اللي هما 3 واجبات في واحد تاني بيأكل واجبات صغيرة بس تتعلم أنه يأكل 10 واجبات في اليوم نوع أنت بتعمله إيه؟ ما أنت مش تمشي وراه النوع التاني في واحد تاني أكل سكريات بشراه واحد تاني بحفظ هو عارف أكله إيه وشربه إيه واحد تاني لأ ده هو أكله كله سكريات وشوكولاتات وأسكريم هو ده عايش على كده فهي النمط بتاع الحياة إحنا لن نقدر إن إحنا نغيره عند لكن أنا هو ده المتاح اللي أنا قدر أعمله كراجل جراح أستاذ جامعة أنا بعمل لك عملية علمية طبية مظبوطة وبديك أشعاعات موسوقة إن أنت تقدر إن أنت تستفيد بيها استفيد بقى الجملة اللي أنت قلتها في الأول إن المسألة شراكة أنا وإنت طلعين طريق مع بعض أنا بطلعك حتة معينة وإنت بتكمل بعد كده بزبط لازم يكون اتفاق طبعا الفيتامينات سؤال ما عاربش أسأله لك وإن أسأله لكش بس لازم لازم يتسأل كل الناس اللي عاملات سمنة في احتياج لفيتامينز خصوصا الناس اللي هي عاملت تحويل مصهر خد فيتامينات إحنا ليه نأثر ما تاخد فيتامينات وخصوصا أن أصلا معظم الناس اللي هي عندها سمنة ومفرطة بعندهم سكر ما توقف علاج السكر العملية هتعلاج لك السكر وخد فيتامينز إيه المشكلة الواحد اللي وزنه 200 كيل وعمل حتى عملية تكميم هو مشهور يعني عملية تكميم ما تاخدش فيتامينز ما تاخد ما أنت بتنزل وزن كبير جسمك في احتياج ما تأثروش يا جماعة يعني قصة أننا أاخد فيتامينز خد فيتامينات إيه لأنت توقف تماما والدكتور يقولك أنت مش في احتياج لفيتامينز ليه تأثير يعني ما تاخد فيتامينز أنت ده مرض شديد مزمن محتاج مجهود جسمك محتاج احنا هنعمل إيه خد فيتامينز كما يأمرك الطبيب وليست أاخد الفيتامينات مبرر أو في كلمة تخليك ما تقدمش على لأنك تقلل وزنك وزنك أنت كده كده كان هيدخلك في أمراض كدك هتحتاج مش فيتامينات هتحتاج لمجموية أدوية كتيرة من ضمنها على فكرة الفيتامينات لأن السكر يحصل ما هو السكر من أساسياته الفيتامينات حاجة تانية بقى اللي بيروجه وإن إحنا ما بناخدش فيتامينات نقول لهم إيه أما هم وفي ناس بتبدأ تقول لك إيه لا ده أنا ممكن أعملك العملية وما تاخدش فيتامينات غير صحيح تماما أنه أي نوع من تحويل المصار أنت في احتياج إلى الفيتامينات خد فيتاميناتك لأن ده ده الطب المزبوط هناك ناس بتروج أنه أنت متاخدش فيتامينات أنا معرفش بس في نقطة أنا عايزة أوضحها يعني فيه هناك ناس من الناس اللي عملت تحويل المصار من عينين أنا شخصيا يعني بيجوا بعد 3-4 سنين بمتابعة أو جايين يجيبوا عين تاني يعمل عملية من أرائبهم أو حاجة لو سألوا أنت بتاخد فيتامينات يقول لهم ما بياخدش فيتامينات والله كده بس دي مش قاعدة أنا ما بقولهاش لشان الناس تطبقها بس هناك فعلا فئة من الناس ما تاخدش فيتامينات ما بعد تحويل المصار بحصلهمش حاجة والله ده فعلا ده حاصل لكن لا يعني أنا طبييا بالورقة والألم لازم أتاخد فيتامينات أنا حتى في بعض العمليات اللي اللي احنا يعني بترينا نعمل فيها وكان الناس بتراجلها لا تاخدش فيتامينات زي السياسي عملية كده تكمين مع تحويل المصار الناس يعني بتراجلها لا أخد فيتامينات كمان إيه المشكلة أخد فيتامينات إيه لا أعمل تحليل وقيم نفسك مصبوط وشوفي الأخبار لكن لازم تاخد فيتامينات يعني أكوردنج لتعليمات الطبيب دائما اللي كمان سمع أو الإنصاط لكلام المرضى ورؤيتهم ورؤية التغير اللي حصل بحياتهم حجر أساسي في ثقافة فهم هذه الجراحة جراحة سمنة ميزتها الأساسية إنها جراحة لها مردود متشاف متشاف بوضوح شديد جدا وموضوح يعني هي الجراحة اللي زي ما يقولوا إيه يعني ده انت مش مش هيفه ده انت ممكن ما تعرفش المريض بعد ما يبتعمله العملية يعني أكتر من جراحات تجميل كمان بكتير جدا هي أنا في رأيي هي أروع جراحة تجميل لأن هي بتغير حياة الناس يعني بتجمل مش بس حياتهم صحتهم ولذلك الإنصاط وسماع الحالات ده شيء مهم جدا 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 في حوارنا النهاردة أكيد الجميل جدا مع ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري تعالوا نسمع ونشوف هذه الحالة أنا الحمد لله رحت لكتور كريم صبري وعدت معاه قال لي عندك أي أمراض مزمنة وكده ولطولها الحمد لله أما قل لي يعني خلاص هنتجه للتكميم معده وعمل لي تكميم معده والحمد لله بقيت الوزن الطبي ما كان وزني 150 كنت مثلا أنا رح محل هدوم عايز يعني تشيرت على الموضة أو بنطلون على الموضة يقول لي ما فيش لأن وزنك صعب يعني اللي كان بيعاني من دوت والدي كان بيروح يعني بيجيب أشكال غريبة يعني البناطير أشكال غريبة فما كنتش بقى لقي الوزن اللي أنا البنطلون اللي أنا عايزه بالموضة وكده بس دلوقتي الحمد لله يعني بفضل ربنا يعني بقيت أي حاجة أعملها وأنا كنتش بعملها قبل كده بقول الحمد لله ودلوقتي بجيب أي مسلا أنا خش أي محل يعجبني أي حاجة أخدها يعني من غير مئيس ومن غير معامل حاجة بفضل ربنا الحمد لله يعني نفسيا كنت متدمر ما كنتش بخرج ما كنتش بروح أي واحد صاحبي يعزمني في الفرح مثلا ما كنتش إن أنا روح لإني مش معي اللبس أو حاجة الشيك اللي أنا روح بقول الفرح وكده كله بيبقى لابس وكله بيبقى يعني لابس يدوم ندفع فأنا كنت بتحرج إن أنا روح الفرح وأي واحد يعزمني فيه من نسبة وكده ما كنتش بسبب الوزن والهدوم وكده فأكنت بقى عيني قوي والحمد لله دلوقتي مثلا أي واحد يعزمني في الفرح بروح يعني نفسيا كنت متدمر خالص كخروج كلبس يعني يعتبر كنت مسجون يعني كنت في سجن والحمد لله ربنا يعني بفضل ربنا بفضل الدكتور كان يمصبر